مرحبا أحباء الأطفال مرحبا للأهالي الأمهات والآباء الذين يشاهدون هذا الفيديو الآن أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة وأنكم تستمتعون بهذا الجو اللطيف والجميل في هذا الصيف أنا اسمي ميز أعمل لدائر لئون في تورونتو أونتاريو اليوم سنقوم بقراءة قصة جديدة وهي بعنوان طابت ليلتك يا تعالى بالماء الصغير هذه هي القصة من قام بكتابة هذا الكتاب جانيت هافمان ومن قام برسم رسوم هذه الرسوم الجميلة داخل هذا الكتاب ويش ويليامس هيا نستمع للقصة مع بعضنا البعض مرة أخرى عنوان هذه القصة طابت ليلتك يا ثعلب الماء الصغير مغروب الشمس مقبلة غابة عشب البحر تسلل ثعلب الماء الصغير إلى صدر أمه فماذا أحد من صدر الأم أليس كذلك؟ نفضت الأم فراءها حتى بدت تشبه نفخة من الضرور البني ثم حان وقت النوم لكن ثعلب الماء الصغير لم يكن مستعدا للخلود والنوم فقال نسيت أن أتمنى ليلة طيبة لفقمات المرفأ لوح ثعلب الماء الصغير بكفه الناعم كملمس الحرير في اتجاه الشواطئ الصخري وأطلق صرخة طويلة قائلا طابت ليلتكم يا فقمات المرفأ وصعدت الفقمات مجيبة طابت ليلتك يا ثعلب الماء الصغير انظروا كم هو جميل منظر الفقمات على الصخور تردت حين ذاك نباح عالي من الأمواج فقال ثعلب الماء الصغير آه لا يمكنني أن أنسى أصود البحر طابت ليلتك يا أب أصود البحر ويا أم أصود البحر ويا صغار أصود البحر فنبحت أصود البحر نوما هنيئا يا نتعلب الماء الصغير انقضى النورس للتحقق من هذا الاتراب لما أقول لهذه الجلبة فقال نورس مطلقا صوتا حادا أجابته الأم إنه وقت النوم فصرخ صغيرها ثعلب الماء طابت ليلتك يا نورس حسنا إذن يا ثعلب الماء الصغير طابت ليلتك صرخ النورس بصوت حاد وحلق مبتعدا باحثا عن مكان جيدا من راحة حسنا حان الوقت كي تنام قالت له الأم لكن وقبل أن تتمكن من التفوه بكلمة أخرى غطس الماء ثعلب الماء الصغير وجعه المكسوب الفراء في الماء الباردة وصرخ الصغير طابت ليلتكم أيها السمك البرتقالي وأيها السمك الأصفر والسمك الأرجواني وأضاف طابت ليلتكم أيها السمك المخطط والسمك المرقط وطابت ليلتكم أيها السمك الطويل والسمك القصير فبقبقت وخرخرت كافة الأسماء طابت ليلتك يا ثعلب الماء الصغير انظروا وشاهدوا جميع هذه الأسماك الجميلة المرقطة والمخططة والسمك الطويل والقصير إنها حقا صورة رائعة لهذه الأسماك من هناك أيضا في البحر يا أمي؟ سألت ثعلب الماء الصغير فسمت الأم مخلوقا تلو الآخر فصاح عليهم ثعلب الماء الصغير الواحد تلو الآخر طابت ليلتكم يا قنافذ البحر ويا نجوم البحر ويا أيتها المحارة والسلطعون طابت ليلتكم أيتها القواقع ويا دود البحر انظروا إلى هذه الصورة هل تشاهدون جميع ما ذكر؟ قنافذ البحر القواقع ودود البحر هل تشاهدونهم؟ طابت ليلتك يا ثعلب الماء الصغير غنى له المحيط بأكمله مجيبا فانتظر تعلب البحر الصغير التمني الأخير بليلة طيبة ثم سأل أمهم هل نسيت أحدا يا أمي؟ الأم أجابت أجل نسيت قالت رافعة ثعلب الماء الصغير بكفيها نسيتني أنا آه تعبت ليلتك يا ماما قهقها ثعلب الماء الصغير ضاحكا فتقلبت الأم في عشب البحر وهي تدور ضامة ثعلب الماء الصغير إلى صدرها وما لبث أن التفى كلاهما بشريط من الطحلب البحري يحميهما من الإنجراف بعيدا خلال الليل آه أوه ماما نسيت أن أتمنى ليلة سعيدة للقمر والنجوم قال ثعلب الماء الصغير طابت ليلتك أيها القمر طابت ليلتك أيها النجوم الكبيرة والنجوم الصغيرة طابت ليلتك وأغمض ثعلب الماء الصغير عينيه ببطو وهدلت الأم بصوت دافئ طابت ليلتك يا صغيري ثعلب الماء مقبلة رأسه المكسوب الفراء همس البحر نوم هنيء نوم هنيء أتمنى أن هذه القصة قد نالت أعجابكم هذه القصة حقا إنها رائعة قبل النوم وهنا الكاتبة تقوم بتفكير رائع للأطفال بجميع الأشخاص الذين يحبونهم ويفكرون بهم طوال اليوم هنا يقضي ثعلب الماء الصغير على النوم مع ليلة سعيدة ويتمنى ليلة سعيدة لجميع المخلوقات البحرية هنا تكشف الكاتبة أيضا على عالم البحر الواسع والمخلوقات فيه فمن خلال استماع الأطفال لهذه القصة قد يتعرفون على عالم البحر الواسع وعلى جميع المخلوقات البحرية التي فيه وعلى الألوان هذه المخلوقات وهنا أيضا تكشف الكاتبة على دعم الأم الصبور لفضول طفلها وعلاقاتها بعالمها البحر أتمنى أن تكون هذه القصة قد نالت إعجابكم وإلى اللقاء